كابت سامير فوز النادي الاهلي فوز مهم وفوز معناوي اكتر بينه يعني متعلق بالامور الفنية يعني كان لازم النادي الاهلي النهاردة يكسب عشان تستمر الصحوة اللي بدأت بمباراة للاتحاد سكنداري طبعا مبروك النادي الاهلي هارد لك النادي المصري المباراة متوسط المستوى في بعض يعني معظم اوقات المباراة لكن في فترة المباراة سيخنيت اول ما النادي الاهلي جاب ضربة الجزاء لكن انا شايف النهاردة النادي المصري قدم مباراة جيدة جدا تيك تيكيه على اعلى مستوى مع حسام حسن كان نفسه ياخد نقطة او يكسب تلات نقطة عشان موقف الفريق لكن النهاردة النادي الاهلي في بعض الاوقات المباراة كان تحس مرضو ان هو عايز يكسب لكن مزاي مباراة الاتحاد اه في فرق ما بين محترامي لجميع الاتحاد اقل فنيا من المصري حاليا لكن النادي الاهلي كان افضل ماتش الاتحاد من المصري النهاردة النادي الاهلي كان زي ما انت قولت الكسب بفوز معنوي وقدر ان هو يعني يصلح بعض الاخطاء اللي فاتت قبل كده يعني كم في حاجة للتلات نقاط بالزبط نعم شكرا شكرا شكرا